السلام عليكم متابعيني العزاء و اهلا بيكم بهذا الفيديو راح يكون عندنا مقارنة ما بين جهازين بالفئة المتوسطة واللي هما الانر اكس ناين اي من اونر بالاضافة للبوكو اكس فايف من بوكو سويت هال المقارنة لان جهازين تقريبا بنفس الفئة السعرية مو نفس السعر بالضبط ولكن تقريبا اثنين هم اقل من 300 دولار بالاضافة ان الجهازين المتشابين تقريبا باغلب المواصفات مع عدد فروقات بسيطة بين كل جهاز لذا يظلوا اياي حتى تعرف اي جهاز راح يكون مناسب اليك بشكل اكبر اول شغلة بالنسبة للشاشة فبلا ارقام نفس الشي بالضبط عدنا شاشة بحجم 6.67 انش من نوع اموليد وبتردد 120 هرتز دقته هي full HD بلس هاي شاشة هي نفسة موجودة بالجهازين بالحجم بالنوعية وبالدقة ولكن اكو شغلتين لمصلحة الانر اكس ناين اي الشغلة الاولى ان يجيب شاشة اموليد منحنية بعض الناس يفضلون هاي الشغلة والبعض الاخر يكرهها ولكن هي شغلة موجودة بهذا الجهاز والشغلة الثانية بحسب الترويج اللي صار لشاشة الانر اكس ناين اي فيها تعتبر اقوى الى حد ما من شاشة البوكو وهذا الشي فعلي وواقعي ان شاشة الانر اقوى من شاشة البوكو اكس فايف اما بالنسبة للرأي الشخصي فانا راح حفظ شاشة الانر اكس ناين اي عن البوكو لسببين اساسيات السبب الاول استغلال الشاشة من الواجهة المامية هنا اكبر والشغلة الثانية انه هي منحنية انا احبها من شاشات لذلك بالنسبة لي راح اختار شاشة الانر اكس ناين اي بالنسبة للمعالج والاعداء بالاضافة لذاكرة التخزين والرام كل الجهازية يجوا بنفس المعالج السناف دراكو 695 الرام بالانر هو 8 جيجا بايت فقط الرام بالبوكو هو 6.8 جيجا بايت والذاكرة بالبوكو هي 128.256 والذاكرة بالانر هي فقط 256 جيجا بايت ونقطة اضافية لمصلحة البوكو ونقطة اضافية بالنسبة للبوكو انه عندك الامكانية بان تخلي بطاقة ذاكرة خارجية اعرف نسبة شبيرة من الناس حاليا ما يستخدمون هذا الشي ولكن اكبر بعض الناس يحتاجون لهذه الشغلة ويذلق ذكرتها بالنسبة للموضوع العداء والرام والذاكرة فبالنسبة لكل الجهازين نفس الشي ماكو اي اختلاف نفس الاداء راح تحصل من الجهازين ما راح تلاحظ اي فرق اما بالنسبة للكاميرات فكل الجهازين نجيب ثلاث كاميرات خلفية بالنسبة للأونر كاميرا اساسية 64 ميجابيكسل كاميرا الترا وايد 5 ميجابيكسل وكاميرا ثالثة للماكرو 2 ميجابيكسل والكاميرا الامامية هي 16 ميجابيكسل اما بالنسبة لبوكو اكس فايف فكاميرا اساسية 48 ميجابيكسل كاميرا الترا وايد 8 ميجابيكسل وكاميرا ثالثة ماكرو بدقة الـ 2 ميجابيكسل والكاميرا الامامية على الرغم منوجود بعض اختلافات بالأرقام بين هاي الكاميرات إلا أنه برأي شخصي ما راح تلاحظ فرغ جوهري بأداء الكاميرات بين هاي الأجهزة والسبب بكل بساطة هاي الهواتف المتوسطة مهما كان الكاميرات ما لها أداءها قوي فهي مستحيل تعبر هذا الحد اللي هو الحد الهواتف المتوسطة لذاك بشكل عام كل الكاميرات الموجودة بالفئة المتوسطة تعتبر متقاربة طبعا اكيد اتفق انا ما اقول انه ما كو اختلاف ولكن الاختلاف راح يكون بسيط يعني ما هو اختلاف الجوهري الموجود بين جهاز سعر 300 دولار و جهاز سعر 1000 دولار الفرق هذا ما راح يكون موجود لذلك بالنسبة لي كل الجهازين ياخدوه نقطة بالنسبة للكاميرات نجد الآن بالنسبة للبصمة والسماعات بالنسبة لأونر X9A فالبصمة هنا مدمجة موجودة أسفل الشاشة وبالنسبة للبوكو فالبصمة هي جانبية مع زر الباور طبعا كلها ما يعتبر خيار جيد لأن بالأونر البصمة سريعة واني مجربها وبالنسبة للبوكو فيها بصمة جانبية دائما يكون أدائها جيد البوكو هنا عند نقطة إضافية كأنه يحتوي على منفذ سماعة 3.5 مم الأونر ما يجي مع هذا المنفذ أما بالنسبة البطارية والشحن السريع البوكو بطارية 5000 مم شحن سريع 33 واط الأونر بطارية 5100 مم والشحن هو 40 واط من الأفضل هنا بالأرقام وبالعداء الأونر يعتبر خيار أفضل من ناحة البطارية ومن ناحة سرعة الشحن وأخيرا وليس أخيرا بالنسبة للوزن البوكو X5 وزنه 189 جرام والأونر X9A وزنه 175 جرام يعني بالنسبة للوزن الأونر يعتبر خيار أفضل الآن بالنهاية بالنسبة للأسعار الأونر X9A ذاكرة 256 رام 8 نيجابايت سعره حاليا بالأسواق تقريبا 270 دولار 265 دولار البوكو X5 رام 8 نيجابايت وذاكرة 256 بما أنه 250 فلازم أخذ السعر على 250 بالنسبة للجهازين البوكو X5 سعره 238 دولار يعني تقريبا الفرق بين الجهازين هم 30 دولار الآن براية أي جهاز تأخذ انت؟ راح أتكلم عن فئات اثنين الفئة الأولى اللي دورون تصميمه وشكل حلو اللي دورونه على شاشة بستحواث كامل وبنفس الوقت تكون أموليد و120 هرتز بالإضافة إلى بطارية وشحن سريع ممتاز فالأونر X9A راح يكون هو الخيار الأفضل بالنسبة لهم ولكن طبعا لازم يدفعون 30 دولار زيادة وبالنسبة للفئة الثانية اللي دورون شاشة أموليد 120 هرتز واللي دورون أيضا بطارية دائحة جيد بالإضافة إلى وجود منفذ 3.5 مم وأيضا منفذ بطاقة ذاكرة خارجية هذا الشيء يعتبر مهم بالنسبة لهم وأيضا أكيد سعر أرخص فالبوكو X5 راح يكون هو الخيار الأفضل بالنسبة لهم هذا كان يكون معدي بالنسبة لهذا الفيديو وأكيد إذا حابين ننسوا المقارنة ثانية من أجزة ثانية بالفئة المتوسطة أو أي فئة ثانية فكتبوا لي بالتعليقات أنا محمد وشوفكم في بديو الجاة